بسم الله الرحمن الرحيم مساءكم سعيد ومساكم الله بالخير نعود من جديد عدنا والعودو احمد. اذا دائما مواصلة للكشف عن جميع التلاعبات جميع التحرميات جميع القوالب جميع السينتي فينتي كيفاش تدريب لو بنادن. والجميع في الوقت اللي للأحزاب ولا النقابات تخلت عن دورها الدستوري في الدفاع يعني الشغيلة. فللأحزاب اللي هي مصطفى في المعارضة تقوم بدورها على اكمل وجه ولينا تنشوفوا الهاشتاغات هما اللي تينوبوا نيابة عن الدور اللي خاصة تقوم به. هذوك الحزاب اللي هما في في المعارضة اللي هي كينا في البرلمان وتتخلص بالمنايل وبعد سنوات خذيب قالي هم متقاعدون مريح. الحين لقدموا خدمات جليلة لهاد البلد وكل يضرب اتنين واربعين سانة. ديال العامل من ستيناته هو طيحرة. اتنين واربعين سانة وتتقعد بالتاسع ويتقعد بالمين خمسمية درام وما دون. واحد يمشي للبرلمان وحتى الدور دياله ما يقومش به. لانه اصلا ما بقيتش الطيقة فقدوا فيهم الطيقة. منصوب الطيقة ما بقاش. تيمشي تيطرق اللي ربعات سنين ولا خمسات سنين. ويخرج بواحد مو الطاقعود مريح. بالمنايل. والتالي تجي يقول لك صناديق الطاقعود قد افلاسات. قبل ما تقول لي افلاسات. قول لي اش كوني في اللي سهق. شكوني افلاساتها وافراغاتها. ورند الاخبار في رأسكم. اذا والنقابات ايضا بدات تتلعب دور المتفرج. كذلك. تا لا حقوق ولا برقوق ولا زرقوق ولا صرفوق. تصور حتى المستحقات ما بقاش تقدر بنادم. وما بقاش تقدر تدافع عليها ولا تحافظ عليها. مكتسبات ترقية عندها ثلاثة سنين ولا ربعة. وباقي الان تجنز تخرجوا يديروا تنسيقية. اذا مدام يديروهم تنسيقية ما هو يعني الدور ديال النقابات. ما محلوها من الاعراب. ما محلوها من الاعراب. ما هي كان الاضراب ديال 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 اطر الاكاديمية. لتفرض عليهم. والجميع يؤكد. والجميع يركب على هاد الميلة. بان نار عندهم الحق. وحقهم دستوري في الادماج في الوظيفة العمومية. وركبوه له هاد الميل في انتخابات. وديم انت يركبو عليه. مين كانوا في نقابات اه نقابات في يعني مين كانت المناوئة والموالية. مناوئة. وكانوا تنزلوه وركبوه للميلة. ولكن الان اشتنشوفوهم. يعني استطفوا الى جانبي. الوزارة. في شخصي وزيرها ابن موسى. قال لك من اجلي تحكيم لجنة. النظام الاساسي. باش تكون هي الفيصل بين اهم وبين اطر الاكاديمية اللي حملوها قليكم اياه. اطر الاكاديمية هما اللي في الصدارة ديال الرفض ديال الاصلاح او او الحل المبتكر اللي بغوين يجيبوه. هو رمكي لحل المبتكر يديك لي خليك كما قلتو بالامس. ان الوظيفة العمومية راه انده طارت مندو زمان وحتى وزارة طربية وزارة وظيفة العمومية مبقاش وزارة اسمها وزارة وظيفة العمومية. ولات مديرية. مديرية. وتمكلفة بها اه وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة. يعني مبقاتش وزارة. وزيرة منتدبة لدى رئاسة الحكومة هي اللي مكلفة بهذه المديرية بالانتقال رقمي واصلاح الادارة. واصلاح الادارة كما قلت راه من الفين وربعة راولات وزارة ديك ساعة ولات وزارة قسموها الجوج. داروا بدوتي يدخلوا لها تحديث القطاعات. وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات وبقاوا جي يطلاح الادارة الى اهم حل تولات مديرية. وعارفين كل شي مبقاش الوظيفة. يعني الاملاءات الدولية. الاملاءات ديالصندوق النقد الدولي والمؤسسة الماني حارة مندو زمان الفين وحومسا قلو لهم صافي. خاصكم تنقصوا من التوظيف. والكترة الاجرية خاصة تنزرها وصلت مئة وطنع عشر مليار ديال الدرعام واللوجيين واصلاح صندق تقع ودولهم كل شي دك شركة المرتبط بالاملاءات لان الحكومة تتفاوض اولا من تجيء اي حكومة خاصها تبقى يعني تلتزم بالاتفاقات اللي الدولية ومن بينها الاتفاقات ديالصندوق النقد الدولي وتتستقبل ممثل ديالصندوق النقد الدولي. وتتفاوضوا معاهم ونتمو تتفاوض انتم عارفين يعني اللي هو قويرا واللي تيفرض شروط ديالو على اللي اضعف من الاخر. وتفرضوا عليهم ذاك شي اللي فرضوا عليهم رغم ما تنزلوه وهذاك شي اللي تتفاوضوا عليه وتتفاوضوا اه يعني ايه معا اللي تتمليع ليهم صندوق النقد الدولي ومؤسس الماني حاو الصندوق الدولي الى الى اخيرة رغم ما اللي تتزموا به وتتفاوضوا على الاساس اذاك تكون هو الرفيرانس باش تتفاوضوا يعني تكون تفاوض على معا النقابات وتكون اذاك مؤثر والنقابات الدور ديالها اقتراحي وتعطيش ملاحظات والدور مية وعشرين فقط ليس ملزم للوزارة تتقطار اشتشار اقتراحي الى اخير الان ولات مصطفى الى جانبها وحتى الاضراب لحق مشروع كما قلت من اجاب انكيران لان السبب فيه بنكيران من ادار الاجر مقابل للامل ولا بطرق ملتاويتين ما بقاش تقول لك الاضراب هادوك الايام ديال الاضراب ما بقوش تحتاس بهم اضراب ولو تحتاس بهم رخاص دخلهم في الرخاص يعني في الغياب الغير مبرر باش يقولوا يمو احنا المشروع هي قانونية باش اقتاتعو ولكن ذلك تحت سكوت النقابات تحت سكوت النقابات اللي يلتازمت مع من تقولوا من ولات التمتيلية الاكتر تمتيلية ولات ملتازمة وتتمشي وفق البرمجة الزمنية والاتفاقات اللي تديرها مع المصالح الوزارية ان النقابات ما بقاش تتخرج وتدعو بنفسها الى اضرابات هي اللي خاصة تدعي الى الاضراب هذا هو السبب على يعني الوزارة تقتاتع لاطر الاكاديميات لانها ليست بنقابة بل هي تنسيقية وفي العرف ديالهم انها تنسيقية غير معطرف بها في الوقت للنقابة تخلات على التنسيقيات وخلاتهم هما اللي ينادون بهاذك الوقافات وينادون بالاضراب وينادون بالاحتجاج كتنسيقيات والنقابة تبقى بعيدة كل البعد باش تترك الفرصة للوزارة باش تعتبر هذا الاضراب اللي قامت به تنسيقية ما بحال تنسيقية اطور الاكاديميات انها راه تغيبت تغيبا غير مبرر اما كل النقابات هي اللي تتبنى هذوك الاضرابات او هذوك الوقافات وتتوقع لهم وهي اللي تتقودهم وهي اللي تتأثرهم وتتزكي لهم الاضراب فلن تستطيع المصالح الوزارية ابدا وقطعا ان ان تقتطع ايام الاضراب ولن يعني تستطيع ان تحتسبها انها ايام غياب غير مبرر واللافت للانتباه ان مدام هي تتقول لك تدير استفسار وتتقول لك بان هذا غياب غير مبرر وبناء عليه تتم الاقتطاع على اساس غياب غير مبرر ومكرر رشحال تدير الاضرابات متتالية اذا لماذا تتقول انتو كوزارة بان هذا غياب غير مبرر لماذا لا يتتبعون المصطرة القانونية لتتسلكها الاضارة في حالة اي موظف تيتغيب تغيب غير مبرر ويتكون متتالي تفوق واحد العدد دي الايام لكن هناك مصطرات تأديبية ومصطرات ديال ديال التوقيف ولا الطرد ولا الى اخيري ولا اه بزاف ديال ديال يعني المصطرة التأديبية ويوحالون على المجلس تأديب يلين علاش متى يتبعوش هذا المصطرة لانهم تعرفوا اصلا بان هذك هذك الاضراب هو حق المشروع وليس بغياب غير مبرر ورغم رغم ولو ان النقابات يعني تتآمر مع هذك وتتخلى عليهم وباش يعني ما تعطيهمش الشرعية كنقابة وهي اللي نقابرة تمتل الشغيلة وتمتلوا يعني ومؤتماً على الحقوق ديالها من قدروا نقولوا بان اطور الاكاديميات ما ديرينش ما صوتوش عليها ما تتمتلهمش لانهم يعني ما صوتوش عليها في الليجان في ولكن متالاً تنسيقية ديال يعني توقيف او تجميد الترقيات علاش متى تدخلش النقابات وهي اللي تحمل لانه حق لانه الواجب يا لانه هي مش التنسيقية الاستاذي ديروا تنسيقية ديال التجميد يعني المستحقات ديال الترقيات خاص النقابة هي اللي ملزمة باش هي اللي تدعو الى الاضراب هي اللي تدعو الى الوقافات وهي التي تتزعم الاضراب وتتزعم الوقافات باش تحمل المسؤولية ديالها كنقابة مؤتمنة عن الحقوق لانه هادو حقوق وماقدرتوش جيبوهم علاش تدخلهم يدروا تنسيقية وفي اه وفي انهم يعني را هم مرسامون الى اخيريه يعني النقابات ترى تتمتلهم قائب شرعيا وقانونا تديرو لهم الاضراب انه غياب غير مبرر اذا هادو اللي بيج القوالب اللي تديرو النقابات مع المصالح الوزارية باش يردو هذا الاضراب غير مبرر لانه الناقابة هي اللي تتوخر اللور وما تتوغيش هي اللي تتحمل المسؤولية وهي اللي تنادي بالاضراب وهي اللي تدعو الى الوقافات يعني وتتقدموهم تقدموهم هي اللولة هي اللي تكون معاهم وتكون بجانبهم فان هادو حقوق ديالهم بحال هادو ديال تجمية الترقيات ما عندكم تشي مبرير انكم تخلوهم يدروا تنسيقية انتم مكنقابات اللي خسكم تدافعوا وطالبوا بيداك ما تقولش لياران يدير دير دير اتفاق اتفاق ديال تمنتناشرين هاي هدي حقوق خسد تحتها حقوق ديال ديال شغيلة فك الحصار على على تجميد الترقيات وباقي الى حد الان ما اخدوش وخليتهم قلسين ديرين تنسيقية ديال يعني فك الحصار عن الترقية التي تم تجميدها اما اطور الاكاديميات دكرة صافرة ديروا لهم الخاوية في العامرة يعني انها تنسيقية وبما انها تنسيقية ما عنداش الحق في الاضراب وغير شرعية الى اخيره فهو هدك غياب غير مبرر واسدي مني هو غياب غير مبرر والتابع معها تابع المسطارة كمل المسطارة كمل المسطارة ديال غياب غير مبرر علاش تتوقفو فيها تتوقفو فقط تغفل اقتطاع لا كملها كملها اما النقابات فالواجب ليلا ان تدافع على الجميع الشغيلة وبدون استثناء وبدون تمييز وبدون تفيق وتجيب الحقوق ديال الشغيلة وتكون مؤتمنة عليه اظن ان الفكرة قد وصلت اذا ما تنسوش اخواني واخواتي باش كتروا من جيم باش يعني نوقفو هدك لسينيال ديال البعض باش حتى يتعمى الفائدة وبارتاجوا على نتاقين واسع وفعلوا الجرس وذلك فضلا وليس امنها باش تدعموها بالقناة المتواضعة ونفكو هدك هدك التلاصيم اللي تديروا هدك الحيال وهدك قولي. اذا هدك الغياب غير مبرر تتبني على انها هم تنسيقية. اما كل نقاباتي اللي تدعو الى الاضراب وهي اللي تدعو الى الوقافات فلن تجرؤ للوزارة وللمالية بالاقتطاع فلسواهد لان الاضراب حقه المشروع وبما ان النقابات تخلات على هذا الدور ديالها وخلات تشغيله يديروا تنسيقيات وبينهم وبين الوزارة منهم الواد تيروا دبروا بيناتكم انتمو الوزارة بيدروا وقافات رغي يقطعو لكم. واعطوهم الشرعية الناقابات اللي اعطات الشرعية الوزارة وباش باش يقطعو لهم كتنسيقيات. والسكبين كيران هدك ش اللي يقدروا عليه الله جاب كل شي لهم لك حل جاب تعاقد وجاب لهم قال لك السيد داب لهم تالاجر مقابل العمل باش يوقف ادك. ولكن تاريخ لن يرحمك. لن يرحمك. هادو اللي تكالبوا على الناس. هادو اللي داروا هاد الفعيل اللي غرقوا البلاد في الكريديات. اللي ظلموا الناس. لان التوظيف حق مشروعك تتكالبوا عليهم تتلوا عليهم. تقول لهم انا هاد توظيف في الوظيفة العموم تدوزون تبا كين لو ده وظيفة عمومية عم يحزنون. تتعرفوا بانها كانت لجنة دي الاصلاح للوظيفة العمومية وخرجت بتوصيات منها التوظيف بالعقدة. وباقي الان توظيف بالعقدة. ما كين تحاجد يعني توظيف بالعقدة. ما كينو هانين. ما كينات توظيف بالعقدة باي بعض الوظيفة العمومية. باش نكونو هانين. باش تكون واضح معكم. مع ان احداث المناصب مالية رايب ده من شهر مارس. ومتى انتهي تلشهر الى حدود شهر جوتين بير. خصوصتات شرطة يحطو في المناصب المالية اللي خاصة تكون في القانون المالي. وحوالي ربعة علاف وثمانمائة موظف في المالية. اللي تقول اللي يشروفون في الدوت عالج. هنرى عارفين البروسيدورة. ما دام ما حدودتش مناصب مالية ما كينلا ادماج لم يحزانهم. ما دام ما كينش احداث المناصب مالية دي لهادو اللي غير دمجوه في القانون المالي ما كينتحاجة. اذا غد يكون هناك يعني نفقات تحول من وزار التربية الوطنية الى الاكاديميات كنفقات خاصة باطر الاكاديميات ويتم تحويلها الى مناصب مالية خاصة الوطن الاكاديميات انتهى الكلام. انتهى الكلام. اذا ما كينش شي توظيف يعني في الوظيفة العمومية. خلص خصوصا بهذا السنة لان القانون المالي ما فيش شي احداث مناصب. اذا ما كينتحاجة. بالنسبة الانتحال الكافاءة الميهانية دي لالفين واحد وعشرين راني شرحته في الفيديو السابق. لانه مدام قلنا تقول لك في السنة الاولى لاتجمعت اللجنة دي للبت في النتائج النهائية. يعني تاريخ المفعول او الاستفادة بالنسبة الامتحان دي الكافاءة الميهانية تيكون من اليوم الموالي لانعقاد اللجنة. اذا يعني اللجنة دي المباريات معاقدة يعني اللي البت في النتائج النهائية حتى للسنة الموالية. فالمفعول دي الاستفادة دي التاريخ الامتحان الميهاني تيكون واحد وثلاثين دي الجنبير من السنة المعنية. اذا هدو مشاو تاريخ الاستفادة ديالهم لانعقدة هاد السنة الفين واحد وعشرين. اذا ما استفدوش من ما نعقدوش في الفين واحد وعشرين. اذا ما نعقدو تل السنة الموالية اللي هي الفين واثنين وعشرين. لابد غين عاقدو في شتنبير لابد درار لابد غد تخرج لواح. لابد غين عاقدو غد تم الاعلان عن النتائج. اما ذك ديك السبال اللي كانو قل لك النتائج راكينين في باقين في مديريات راتي تريقل على الباشرة. كون شي مقادين لنتائج النهائي يكينة كل شي خاص غلى جنة ديال. نعاقد. هادش عندوه مسائل مادية خاصهم تيخلصو الناس اللي باقين ديال الفين وعشرين. متأخرة. اذا غادي تبرام هذا في الفين وثلاثة وعشرين. اللي غا يكون في الفين وثلاثة وعشرين. الفين وعشرين يستحيل يتخلصو هادل عام. نهائيا تل الفين وثلاثة وعشرين. تيبرمزوهم في المالية ديال الفين وثلاثة وعشرين. اذا مدام تل الفين واثنين وعشرين السنة الموالية اللي غا تعقد اللجنة ديال مباريات للبت في النتائج النهائية. اذا تاريخ المفعول استفادة. من انتحال المهاني غايكون واحد وثلاثين اتناعش الفين وواحد وعشرين. تا الكلام. السنة المعنية. يعني السنة ديالة الفين وواحد وعشرين. تا الكلام. بالنسبة لهذه. نشوفه في سبق لنشحج نديره لا. ايضا هذا وصل العشرين. مقفونا. ونتوجه الى جميع الاخوان والاخوات. باش ما ينسوش. يفعلوا الجرس. يديروا الجيم. وطارتجوا على نطاق واسع. ويدعموها بالقناة المتواضعة. ونحن دائما في رهنة الكشرة من اجل كشف الحقائق. ومن اجل يعني تبسيط اي اي معلومة نبسطوها حتى تعرفوها مزيان لان تديرهم معلومة. معلومة تعطوها بواحد ضبابية بواحد يعني تعويم باش تكون قابلة للتأويل. وكل واحد تيقول لي تيشرحها او تيفسرها حسب يعني وجهة نظاره او حسب التأويل دياله وتغيب الحقيقة اللي في الاخير تفاجأوا لان هذا الشي اللي خرجوا به ذاك المعلومة اللي عطت على الحقيقة دياله كده. ها هي يعني الكلام الحقيقي والكلام اللي كنت نعنو به. اذا نحن دائما سنكون في الخدمة كشف الحقائق. ودائما المتقاعدين الذين تقاعدوا بالسلم التاسع اللي تقاعدوا من 2003-2004-2005 رغم انهم كانوا قد قيلوا بالمادة مية واثناش من اجل يعني تسريع ترقية ديالهم ووضع السلم التاسع في طول القراد. ولكن الاسب السديد تبقوا فينا الكوطاء وتقاعدنا وتقاعدنا بالتاسع. في حين كان ترقية استثنائية وخص يعني انترقاوا استثنائيا بدون احدى الكوطاء لان الاستثناء والترخيص الاستثنائي يوقف جميع القوانين الجاري بها العمل وتكون هناك ترقية استثنائية. للأسف الشديد كانوا فتحوا درجة جديدة يعني ديال السلم الحادي عشر واللي هم استافدين منها. اذا تحط لك درجة جديدة رخص اعتمادات مالية. كان منصب واحد تدي لنا اربعة حوالي اربعة مناصب. والعشر الف واحد يدوز من العاشر الهداش تدولنا اربعة الاف منصب باش ندوزهم من التاسع للعاشر. اذا الدولينا المناصب المالية ديالنا كاملة. والزلالة من الاقدام اللي كانوا متخدرجين بالسابع. وما كانش خاصهم يكونوا يستافدون مادة مية وطناعش. استافدوا منها. ولو ديزين بها. يعني بالاقدامية العامة. والدولينا المناصب المالية ديالنا اللي بقى. اذا ما باش ما يتكررش نفس السيناريو. مع مع في النظام الاساسي الجديد. باحدات هاد هاد الدرجة الجديدة اللي بغى تتحدث الان. كهذا النظام الاساسي الجديد. ما باش ما يعني باش ما يتكررش نفس السيناريو. احنا اللي كنا اه من احدات درجة الجهد الاولى. يعني درجة الاولى السلم الحادي عشر في اربعين وثلاثة. ضررنا منو احنا اللي كنا محاصنة في السلم التاسع. كل وقت اللي كان خاص كل شي دوز من العاشر. تفك الحيصار بعدها السلم التاسع. وكل شي يترقى للعاشر. ليه من بعد يفتحوا السلم الحادي عشر. داروا هما العكس. واللي نحنا متضرين ولتها التراكمات اللي لقيتوها. والان غيفتحوا درجة الجديدة. ولكن غيقولوا متضرين منها المحاصرين في السلم العاشر. اللي عنده سبعة وعشرين سنة يلا مرقي مرة وحدة. اذا كان خاص تاني. نفس الشي. خاصتي تفك الحيصار على السلم العاشر. لي يحدثوا درجة جديدة. في حين ان احداث الدرجة الجديدة سواء في الفين وثلاثة سلم الحادي عشر. سواء الان فهي دائما تحدثوا لاصحاب المسار المياني المحدود. اللي توضفوا بالاجازات خرجوا بالعاشر. لنخرج بالعاشر لأول مرة. هدك ولي معني. لان في ابتداء عنده حداش وخاصوا درجة جديدة. اما اللي مرقي ثلاثة المرات والاربعة. فهدك لا تعنيه لا درجة جديدة ولا ممتازة ولا يحزنون. باش نكونوا واضحين. لدان في ابتداء وثلاثة ما تدرج دراسة تفصيلية. الان تقول بالموسبة ان دراسة تفصيلية من اجل تزاود الاختلالات والعيوب والتشاليب والتحراميات. ولكن يجب انصاف ضحايا جميع هذيك الاختلالات والنواقص والعيوب تكرفس اللي سببتو لنا في ابتداء وثلاثة. وفي جميع المراصم يعني السابقة. يعني تصحيح ويعني اصلاح جميع الاعطاب السابقة دي للمراصم السابقة. وذلك بانصاف ضحايا الزنزان التاسع على متقاعد مين في ثلاثة عاملين وربعة عاملين وخمسة. الذين قيدوا بالماد مياه وطناعش. وصدرت لوائحهم من اجل ترقيتهم ستنائيا من التاسع الى العاشر. بازد من ثلاث سنوات قبل حدفهم من الاسلاك. ووحدثت المناصب المالية دي لهم لازد من ثلاث سنوات قبل حدفهم من الاسلاك. ورغم ذلك تبقوا فيهم كوطة وتقاعدوا بالسلم التاسع. صدرت اللوائح. وفي الفين وسبعة. ورغم ذلك قاموا بتوقيف العمل بالمادة مية وطنعش بدل تمديدها. وقاموا بتعليق هذه اللوائح واخفاء عن الوزير. فلولا الاقدار ولولا الرجال احرار والحرائر لما وصلنا الوزير الوصي ولما تبين واعترف اعترافا رسميا بهذه الفئة الجد متضررة المتقاعدين بالسلم التاسع. دحاية الزنزان التاسع دحاية المادة مية وعشر. لتقادم من الفين ثلاثة الفين وارفين وارفين ومسا. هم الاوائل سيرقون. ودائما الاسبقية لاصحاب المسار المهني المحدود. الراكد. المراقي مرة واحدة او اتنين. هدو من لهم الاسبقية. وخلاف ذلك غد نخرج لكم جميعا وبدون استثناء من كبيركم تل صغيركم. وغد نخرج معكم فاس فاس عسى بلا قرطاس. تبارك لاليكم.